عزائي المشاهدين نستكمل حوارات هذه الحلقة اللي قلنا من البداية نحن نتكلم عن الجهود الإعلامية اللي تمت خلال معرض مسقط دولي الكتاب في نسخة الثالثة والعشرين ونقل الصورة الحية أو الصورة المباشرة أو الصورة الكاملة والواضحة لكم عبر هذا المعرض وعبر فعالياته عندنا الصحفي عاصم بن سالم الشيدي رئيس القسم الثقافي بجريدة عمان مرحبا بك عاصم أهلا وسهلا عاصم حدثنا طبعا إحنا الحين إحنا التلفزيون ننقل مباشر الإذاعة تنقل مباشر ما تعتقد أن أنت لما تنقل اليوم الثاني الأحداث والفعاليات يكون الناس قد اطلع عليها من خلال إحنا من خلال الإذاعة والتلفزيون هذا طبعا صراع تعيش الصحف يعني من زمان الصحافة الورقية تعيش هذه المشكلة التي أيضا تفاقمت مع وجود الصحافة الإلكترونية ومع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هذا يدعنا أمام تحدي آخر وهو تحدي البحث عن ما وراء الأخبار ومحاولة إيجاد تفصيلات أخرى في الأخبار وعرضها بطريقة مختلفة بعيدا عن الجانب الخبري نحن نحاول أن نجري حوارات طبعا أنتم تنافسون في هذا أيضا في مجال الحوارات وحواراتكم أسرع وتنقل مباشرة لكن نحاول أن نخوض في تفصيلات أكبر قد لا يتسع لها البرنامج التلفزيوني أو حتى البرنامج الإذاعي ولكن يبقى السبق الخبر الآن بعيد عن الصحافة الورقية هذا الفعلا ممكن نقوله أن فعلا الصحافة تعطي صورة شاملة أوضح لأن الوقت للبرنامج التلفزيوني الوقت الإذاعي أقل فلذلك ما تقدر ترصد كل الفعاليات لكن الصحافة تتميز أنها ممكن تفرد بساحات أكبر للفعاليات إلى حد ما أيضا إحنا هذا العام وحقيقة من العام الماضي واجهتنا أو واجهنا تحدي آخر وهو تحدي كثرة الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض يعني في كل يوم أكثر من عشر إلى خمسة عشر فعالية أيضا من الصعب إعطاء كل هذه الفعاليات حقها من التغطية اليومية ولذلك قد تأخذ بعض الفعاليات حق أكبر من الفعاليات الأخرى لأن المعرض كبير فعالياته متعددة ضيوفه كثر حالة ثقافية متميزة لا تستطيع لا الصحافة الورقية ولا التلفزيون ولا الإذاعة ولا حتى وسائل التواصل الاجتماعي أن تفي كل الفعاليات حقها من التغطية عاصل حدثنا عن الآلية والأساليب التي استخدمتها في تغطية معرض مصقة دولي الكتاب في نسخة الثالثة والعشرين طبعا لما كنا وحدي كان هناك لدي زملاء قاموا بالتغطية واستعنى أيضا بزملاء آخرين ساهموا في محاولة إيصال الفعاليات طبعا إضافة إلى الأخبار كنا نجري أو نحاول أن نجري حوارات مع ضيوف المعرض بعضها نشر وبعضها في طريقه للنشر خلال الأيام القادمة أيضا حاولنا أن نرصد انطباعات الناس حول المعرض انطباعات الزوار انطباعات الناشرين انطباعات أيضا عملنا تحقيق على سبيل المثال في جريدة عمان حول موضوع حفلات التوقيع هل هي ترويج للكاتب أم ترويج وتسويق للكتاب أعتقد هذا التحقيق أيضا لاقل كثير من ردود الفعل الجميلة أيضا تحدثنا مع الطلاب حاولنا أن نرصد التوجهات القرائية لدى الطلاب المدارس الذين غمروا هذا المعرض بحضورهم وبوجودهم حاولنا نرصد ما هي الكتب التي يقبلون عليها وجدنا بشكل مختصر وجدنا مثلا أن الطالبات يقبلنا على الروايات بشكل أكبر من الطلاب كما أنهن يقتنين الكتب أكثر من الطلاب نحن نسبتنا أكثر زائري في الخمسينات ثلاثة وخمسين تقريبا من النساء من النساء والطالبات كانت شكلنا نسبة كبيرة أيضا لاحظنا أن هذا العام بشكل عام سواء مع الطلاب أو حتى مع عموم زوار المعرض أن الرواية تشكل هاجس طلب أكبر من الشعر الشعر الطلب عليه تراجع نوعا ما أيضا الكتب التاريخية والكتاب السياسي كان القاري يبحث عنه بشكل أكبر إضافة إلى الكتاب الديني الذي بقي مطلوب بشكل كبير هذه الأشياء حاولنا نرصدها بشكل يومي أنا وفريق الزملاء الذين كانوا يغطوا المعرض عن جريدة عمان عاصم أنت رئيس القسم الثقافي كيف ممكن معرض مسقة الدولي للكتاب بفعالياته بإصداراته ممكن يساهم في إثراء مواضيع وعناوين دائما لتحقيقات لمقالات طوال العام طبعا إضافة إلى التغطية اليومية والتغطية الآنية نحاول طبعا حاولنا أن نقتني عدد كبير من الكتب من ضمن مجال اهتماماتنا هذه الكتب لو قيض لنا أن نقرأها ونتمنى ذلك طبعا لا بد أننا سنكتب عنها أو سنحاول أن نكتب آراء وانطباعات صحفية عن هذه الكتب إضافة أن الواحد لما يقرأ كتاب ويقرأ لكاتب ثم يلتقي بهذا الكاتب يحاول أن يحاوره في موضوع هذا الكتاب وفي مجمل أعماله هذا يشجع أيضا تعرفي أن القراءة هي وقود كما يقال هي وقود الكتابة وبشكل خاص أيضا الكتابة الصحفية أنه إذا لم نقرأ كتب إذا لم نحضر فعاليات ثقافية فكيف يمكن أن نكتب ونغطي نكتب استعراضنا لهذه الكتب نحاور هؤلاء الكتاب فنتمنى أن يكون هذا محفزا لنا خلال عام كامل بعد انقضاء هذه التظاهرة الثقافية الكبرى انقضاء هذه التظاهرة الثقافية الكبرى هل المشهد الثقافي في عمان بحاجة إلى أنشطة بحق معرض مسقطة دولي الكتاب حتى تتجدد دماء الثقافة؟ طبعا نتمنى أن يكون هناك فعاليات بحجم معرض مسقطة دولي الكتاب ولكن هذا أيضا موضوع ليس سهلا أن تقام تظاهرة بهذا الحجم هذه أنا في اعتقاد هي التظاهرة الثقافية الأكبر خلال العام وأيضا حسب ما أذيع قبل قليل أن عدد زوار حتى بدايات هذا المساء زاد عن مليون مليون وستين ألف هذه تظاهرة قد لا يحضى أي معرض آخر بهذا العدد من الزوار فما بالك بأن تكون تظاهرة ثقافية؟ طبعا هناك في المشهد الثقافي هناك فعاليات ثقافية مستمرة ينظمها النادي الثقافي فعاليات تنظمها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء فعاليات تنظمها المنتدى الأدبي والمبادرات الثقافية الأخرى المشهد فيه فعاليات لكن طبعا نتمنى أن تكون هناك فعاليات بهذا الثراء كما نتمنى في المعارض القادمة من معرض مسقط أن تكون هناك فعاليات أيضا أكثر عمقا هذا العام هناك تحسن كبير في نوعية الفعاليات وفي كل عام حقيقة هناك وتيرة أن تكون الفعاليات لا تركز فقط على الكم وإنما تركز على النوع هذا العام أنا من خلال أنا عايشت معرض الكتاب ربما من عام 99 هذا العام هو أكبر حجم في الفعاليات التقافية وأكبرها عمقا أو أكثرها عمقا الصحفي عاصم بن سالم الشيدي رئيس القسم التقافي بجريدة عمان شكرا جزيلا لك وشكرا للمساحة التي منحتنا إياها شكرا لك وأقول كل عام والجميع بخير كل عام والكتاب بخير ونلتقي في الدورة القادمة من معرض مسقط الدولي الكتاب ويكون المعرض أكثر ألقا وأكثر أكثر حضورا وأكثر يعني وأكثر عطاءا شكرا جزيلا عاصم شكرا